فوز الأهلي عايز يفوز هي قمة مصرية هي الأكبر هي الأهم الأكثر مشاهدة فاز الزمالك مش مهم تلعب المهم تكسب الزمالك عمل كده الأهلي لعب كويس جدا نشط التاني وصل ولكن أضاع أنت لما بضيع في المباراة الكبيرة تتحمل إمبارح ليفربول بيضيع عشرين جون في آخر نيوكاسل يفوز واحد صفر النهاردة الأهلي عمل كده ضيع سبع تمن أهداف في الآخر الزمالك فاز بالثلاث نقاط هذه هي كرد القدم العب كويس قوي ولكن الأهم النتيجة زي ما قلنا مبارح إيران مبارح عملت إيه النتيجة على الأرض إيه كانت صفر من ناحية إيران لكن النتيجة دلوقتي الزمالك هو الذي حصد الثلاث نقاط مبروك لنادي الزمالك عايز أقول لكم يمكن آخر فوز يمكن لنادي الزمالك على الأهلي بقاله كم سنة 2003-2004 يعني نتكلم على عشرين سنة على عشرين سنة في الدور الأولاني بجن تقريبا جمال حمزة أعتقد يعني فاحنا منتكلم من عشرين سنة الفوزة بيرجع النهاردة نادي الزمالك بفوزة 2-1 عبدالله السعيد النهاردة ما كانش في حالاته رغم أنه يعني كذا كورة ولكن مش عبدالله السعيد اللي احنا عرفه أيضا السن ليه أحكام سن ليه أحكام زي صلاح مبارح صلاح مبارح ما كانش صلاح مش السرعات بتاعته ولا مراغة بتاعت صلاح وضيع صلاح فرص لا يمكن قبل كده كان بيضيعها ضيعها مبارح عبدالله السعيد النهاردة ما كانش في حالته النهاردة الجزيري رغم أنه كان ولكن يبدو مدرب نات الزمالك جميز كان عنده رؤية النهاردة سيفي الجزيري هو اللي خلاص الماتش هو اللي خلاص المباراة وبالتالي زي ما نقول كده مبروك نادي أزمالك عندنا ما زال الدفاع عندنا فيه مشكلة في النادي الأهلي دفاع الأهلي هناك مشكلة